وقال لدكتور سامح قال كلمة مهمة جدا المدرب مش بسهولة كده ان يصنع لعب كنت بتشوف ايه المواصفات اللي في اللاعب ده عشان تقدر تصنع منه لعب كويس حبه حبه للتدريب وبيسمع الكلام ويحاول ينفزه ويخطأ ويشتغل صح ويغلط ويصلح مع بعض توجيهات المدرب بقى طبعا مثلا فيه لعيب محمد عصران ده من اللعبة اللي انا بعتز ان انا مرنتها مخلص جدا في تمرينه متقلق مع الفريق اللي طير شخصية جميلة جدا نحن بنخلص مثلا ساعة حديد ساعتين فولي هتقعد عصران النهاردة معي يقعد يعمل الساعة الرابعة بتاعته وما يفتحش بقه ما يقولش انا تعبان ربنا بيديله نموذج جمان اللي انت تتكلم به ياريت كل اللعبة تفهم ده احنا مش بنعذبكو احنا بنشتغل لمصلحيت كنتو الاول يعني انت ما بتتمرن جهاز العصب والعضل بتاعك بخلاص بقى حافز الاداء وكل ما زابد اللي يقع البدنية للعب كل ما يقدر ينفذ اسهل طبعا طبعا وهو لا يبخل بمجهود في ان هو يحسن والنفس الحكاية عبه برضو بيقعد بالساعات معايا عشان انا عبه متعلم كبير متعلم 21 سنة 22 سنة فدلغت دلوقتي بيلعب في الملعب وثابت نفسه هل في معاملة خاصة لعيب معين انت شايفوا اللعيب ده النجمة عندك في الفرقة بتعامله معاملة خاصة عشان يكسبك ولا بتعامل كل الفرقة عامل نفسه بقى اللي هو المدرب بمسوعي لا 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 انا ضد الاسلوب ده ضد الاسلوب طبعا لان هو اسلوب بيعمل حزازية في الفرقة كله سواسين طبعا كله نزر بعض لا لا ماينفعش لان هو شمعنة ده اللي بتعامله كويس ممكن اهزر معايا او او اكلم معايا واكلم مع اي حد فيه لعيب فيه لعيب هو عايز يقرب منك فانت بتديره فرصة دية انت تتكلم معايا طبعا وحيفيدك بعد كده طبعا لكن مافيش معاملة خاصة طب هل فيه دكتور علم النفس الطرباء واللي احنا رسناه كلنا ومتخصص على مستوى العالم في كورة القدم والطايرة والتينس معاك في الجهاز معانا دكتورة نادا اه فديل شغالة معانا في علم النفس مع فرقة البنات احنا لازم نجيب بنت معانا او اوسط معانا ايو عشان تعمل معانا عشان تارض مع البنات اه لكن احنا على المستوى العالمي احنا بعيد في الحتة دي اه لما دي معروف اه دي معروف والتخصص ده مش يعني ما حدش عايز يخش فيه كتير انا هدحكك دمه سنة تمانية وسبعين ونا منلعب تصفات كاس العالم تونس وننجيريا اكسبنا تونس 32 هنا وكسبنا ننجيريا 3 صفر ودلبنا اربعة ودلبنا من تونس اربعة هناك فكابتن ابراهيم الخليز رحمة الله عليه كان هو اللي هو محبي يوسف رحمة الله عليه قالك هنجيب لكم راجب بتاع علم نفس ويبدأ يتكلم معاكم احنا درسين احنا طبعا كنا درسين الكلام ده فبعض اللي عابين قالك لا احنا بش مجانين احنا بش مجانين يا جماعة ده اساس الوقت اساس في كل حاجة العيب يلعب مبرر النهاردة وحشة وعندهم اربعة ثلاثة ايام يقعد معاه زي ما يكون بيخسلوا اي وبيديروا صحة لنفسه صح صح دي موجودة مشوف مشاكله فينا موجودة وهي دكتورة نادا عملت شغل كويس اوي اوي معنا السنان تأثيرها في الدورات المجمعة ولا في المبارات الفردية لا هي تأثيرها على طول ما بنخش معسكر هي معنا لان هي شغلها شغلها بر الملعب بر الملعب بتعمل سيشا انهم يتعود مع الفرقة كلها وحاجات فردية او حاجات فردية في النادي عشان تطلع زي ما حاجب تقول كده تخسل او تعرف المشاكل ايه اللي جوه ففعلا ما اصلك التأثير ايجابي معنا هل الفترات المجمعة الكاتب المرينب ده سؤال ليه كانت الفترات المجمعة احسن لك ولا الفترة مفتوحة لا المجمعة قبل البطولات مهمة اولا اولا بقد ايه تريبا يعني من اسبوع العشر تيام من اسبوع العشر تيام عشان تنلم الفرقة يبقى تدريب مكسف صبح بقى لانه ما انا متداش تجيب لعيب الصبح وبعد الظهر في المفتوح اه بالظبط اه بالظبط مع اه مع الماك اه مسلا تجامع الخامس الستة اكتوبر والله احنا كنا بنعملها احنا زمان ده جيل تاني خالص احنا كنا بنخش نادي من تسعة الصبح نادي من تسعة بالليل كنت انا والله يرحمه سابت وفتح مبروك ويزيزو معنا المفاتيح بتاعة النادي صح ايام اللي هرحمه اميش بيش طبعا معنا مفتاح زماني مفتاح القوضة اه والله ما بنتا مليتين تخش ترايح في القوضة وتقطع التامية تاني الاجيال دي ما تنفعش معاه كلام ده لا 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 احنا بقى اعتيك اويل سريع اوي طب قولي الجهاز بتاعك مكون من مين ومين ومين اه مدير اداري اه اللواء ايهاب عبد المنام اه او محمد اسم الدلع دمتري اه دكتورة هدير اه طبي الدكتورة ياسمين علاق طبيعي اه كابتن نادر اه يقب ادنية اه مدلكة اسماء فدي حاجة يعني ده التيم بتاعي كلهم انت راضي عن كل التيم بتاعك اه بيزيلوا ما كود فعلا اللي انت بتطلبوا منهم بتلاقي اه ما بيتأخروش ما بيتأخروش اسبادي حاجة جدا